اشتركوا في القناة ووجهه الأكرم إمام زماننا الحجة بن الحسن سلام على شيعته ومنتظره سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة السابعة والأربعون يعلموا أن ملحيات الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور هذا هو الجزء الثامن والعشرون من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية المذهب الطوسي وصلت معكم إلى حديث موجز في الحلقة الماضية نظرة سريعة إلى التأريخ العلمي والفتواء للشهادة الثالثة بحسب المذهب الطوسي ما ذكرته في الحلقة الماضية كان قسما أول وهذا هو القسم الثاني الكلام وجيز ومختصر فهذا المطلب بحاجة إلى العديد من الحلقات والبرنامج ليس معدا للدخول في كل التفاصيل وللولوج في كل المعطيات إنما هي صور مجزة تبين لنا جانبا من الحقيقة لا يستطيع أحد أن يدعي من أنه يمتلك الحقيقة الكاملة غاية ما نستطيع الوصول إليه أن نكتشف جانبا من الحقيقة وهذا هو الذي أنا بصدده بيانت لكم من أن أقدم مصدر بين أيدينا حينما أتحدث عن أقدم مصدر أنا لا أعلم الغيب وأدعي من أنه لا يوجد مصدر آخر يكون أقدم منه لكنني ما عثرت عليه عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود حينما لا أجد شيئا لا يعني أنه ليس موجودا أنا أحدثكم من المعطيات المتوفرة بحسب المعطيات المتوفرة أقدم مصدر عندنا في المكتبة الشيعية يتناول موضوع الشهادة الثالثة بشكل واضح كتاب الفقيه للصدوق وقد أثرت إثارة مهمة جدا في الحلقة الماضية من أنني من خلال القرائن الموجودة في هذا الكتاب أستشعر أن الكلام لم يكن قد كتبه الصدوق ولم يكن قد أثبته الرجل في كتابه في وسط الكلام قال مصنف هذا الكتاب في وسط الكلام أقصد في وسط الكلام عن الأذان والإقامة وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله إذن هناك كاتب كتبها هناك واضع وضعها بغض النظر هل قالها الصدوق أم لم يقلها وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا الكلام أودع في كتابه بعد موته الكلام واضح وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذا هو الأذان الصحيح إلى آخر كلامه في سياق هذا الكلام تحدث الصدوق عن أن المفوضة لعنهم الله قد وضعوا أخبارا وزادوا في الأذان إلى آخر كلامه فهذا الكلام بحسب النسخ الموجودة عندنا في المكتبة الشيعية مسبوق بهذه الجملة قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله العلماء كانوا يقرؤون كتبهم على تلاميذهم التلاميذ في نسخهم في بداية كل فصل يقولون قال العالم الفلاني ويدعون له لأنه حي بينهم أما الكلام هنا فليس في أول الفصل وإنما في داخل الفصول والجملة واضحة من أن الصدوق كان ميتا لم يكن على قيد الحياة وقال مصنف هذا الكتاب رحمه الله حتى يقرأ لو أن الأمر ليس كذلك وإنما أثبته الصدوق بقلمه في هذا الكتاب لكن أحدا أضاف هذه الجملة فماذا أصنع مع القرائن المتبقية حينما حينما يأتي الكلام عن الأذان والإقامة فبعد أن تذكر فصول الأذان يأتي التعبير والإقامة كذلك إذن لماذا سميت إقامة هناك أذان أول هناك أذان ثان لكنه يقال له أذان إنما قيل لها إقامة لأنها تختلف عن الأذان تختلف عن الأذان بفصولها وألفاظها وتختلف عن الأذان بأحكامها أيضا فالأذان له أحكام والإقامة لها أحكام بعيد جدا أن الصدوق يخفى عليه هذا الأمر وقد يقول قائل ما هو قد ذكر رواية عن الأئمة صلوات الله عليه الروايات تصحف وتحرف الروايات قد تأتي بلسان التقية وقد تأتي بلسان المدارات هذا موضوع مفصل لا أريد أن أخوض فيه في هذه اللحظة وما جاء أيضا من أنه ولا بأس أن يقال في صلاة الغدات إنها صلاة الصبح على أثر حي على خير العمل الصلاة خير من النوم مرتين للتقية لا معنى للتقية هنا فكيف يذكر هذا المؤذن أو المقيم حي على خير العمل حينما ذكر حي على خير العمل إذن لا تقية هنا ثم إن التثويب والمراد من التثويب أن نقول الصلاة خير من النوم هذا الذي يسمى بالتثويب عند مخالفي العترة الطاهرة حينما نتحدث عن التثويب هذا يعني أن حي على خير العمل ليست موجودة لأن البدعة هذه جاء بها بديلا عن حي على خير العمل فلا يمكن أن نجمع بين حي على خير العمل وبين الصلاة خير من النوم هذا الكلام ما هو بتقية وغريب جدا أن يخفى هذا على الصدوق هذه أمور بديهية لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تخفى على الصدوق واحد زائد واحد إساو اثنين الجميع يعرفون هذا فما بالكم إذا كنا نسأل عالم الرياضيات إذا كنا نتحدث عن عالم الرياضيات هل من المنطقي أن عالم الرياضيات هذا لا يعرف أن واحد زائد واحد يساوي اثنين هل هذا الكلام منطقي ما هو هذا الذي نحن فيه بالضبط كذلك لا يمكن للصدوق أن يعد الإقامة كالأذان بالضبط وبالتمام والكمال وحتى إذا قلنا من أنه قبل ذلك لرواية وردت لا يمكن أن يخفى عليه من أن التقية لا تكون بهذه الصورة ما بعد حي على خير العمل نقول الصلاة خير من النوم فضلا عن أمر مهم جدا ذكرته لكم أيضا فيما يرتبط بصيغة التشهد الوسط والأخير فإن صيغة التشهد التي ذكرها الصدوق في صفحة 318 وصفحة 319 رواها عن زرارة عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه هذه الصيغة خلية من الصلاة على محمد وآل محمد وهذا أمر مستغرب جدا أجد من المنطقي أن الصدوق أثبت صيغة التشهد التي وردت في الفقه الرضوي رواها عن الإمام الباقر هنا إما أن صيغة وردت عن الإمام الباقر أيضا أو أن الذي حرف هذا الكتاب وحرف صيغة التشهد نسبها إلى الإمام الباقر وإلا فإن الصيغة هي هي التي جاءت في الفقه الرضوي وأتمنى عليكم أن تقارنوا بين الصيغتين هناك مشابهة كبيرة جدا جاء في صيغة التشهد التي أوردها الصدوق في الفقه بحسب ما هو موجود عندنا الآن وأشهد أن ربي نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول وأن محمدا نعم الرسول أرسل وأشهد أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين إلى آخر ما جاء في صيغة التشهد والتسليم الذي جاء في الفقه الرضوي أشهد أنك نعم الراب وأن محمدا نعم الرسول وأن علي نعم المولى لا أريد أن أطيل الكلام في هذه القراءة لأنني لا أريد أن أجعل الحلقة مختصة بهذا الموضوع هذا جزء من حديث عن التأريخ العلمي والفتوائي للشهادة الثالثة لا بد أن أشير إلى دعاء التوجه الذي أورده الصدوق في صفحة 304 والذي يقرأ بعد تكبيرة الإحرام من جملة ما جاء فيه وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر دعاء التوجه على ملة إبراهيم ودين محمد ومنهاج علي صلى الله على محمد وعلي وآلهما الأطيبين الأطهرين نذهب إلى فاصل ليت شعري أين استقرات بك النوار بل أي أرض تقلك أو سرايا أبردوا أو غيرها أم في طوال أزيز علي أن أرى الخلق ولا ترايا ولا أسمع لك حسيسا ولا مجوى أزيز علي أن تحيط بك دون يلبلوى ولا ينالك مني ضجيج ولا شكوى بنفسي أنت من مغيبين لم يخلو منا بنفسي أنت من نازحين ما نزح عنا بنفسي أنت أمني تشائقين يتمنى من مؤمنين ومؤمنتين ذكر فحنا بنفسي أنت من عقيد عز لا يسرم بنفسي أنت من أثيل مجد لا يجار بنفسي أنت من امتلاد معمين لا تضاه بنفسي أنت من نصيف شرف لا يسا يا الله إلى متى أخار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوة الطوسي هو المشكلة الرئيسة هكذا أفتا في رسالته العملية النهاية وأما ما روي في شواذ الأخبار هذه الأخبار التي وصفها الطوسي بالشذوذ هو أيضا لم يثبتها في كل كتبه إذن أين هذه الأخبار حذفوها حذفوها لماذا لم يتطرق إلى ما قاله الصدوق وكلام الصدوق بحسب ما هو موجود في كتابه الذي بين أيدينا أقوى بكثير من هذا الذي يتحدث عنه الطوسي وأما ما روي في شواذ الأخبار من قول أشهد أن علي ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يعمل عليه في الأذان والإقامة فمن عمل بها كان مخطئا الكلام واضح الطوسي يرفض الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ومن باب الأولى سيرفض ذلك في التشهد الوسطي والأخير هذا كلامه في النهاية إنها النهاية في مجرد الفقه والفتوى الرسالة العملية للطوسي المبسوط وهذا هو الجزء الأول من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة أكذا قال الطوسي في المبسوط فأما قول أشهد أن علي أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الإنسان لم يأثن به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال ولا كمال فصوله ألا تلاحظون أن كلام الطوسي مضطرب ليس واضحا جدا فيما بين الذي ذكره في النهاية وبين الذي ذكره في المبسوط وكلامه في المبسوط مرتبك الارتباك واضح عليه كتاب المبسوط ألفه في وقت متأخر من حياته فإن النهاية قد ألفت قطعا قبل المبسوط هذا الارتباك واضح فيما بين ما ذكر في كتاب النهاية وما ذكر في كتاب المبسوط والكتابان الاثنان معا للطوسي لمحمد بن الحسن الطوسي الذي يقال له شيخ الطائف هذا التردد بقي موجودا في الوسط الشيعي إلى يومنا هذا ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أن كلام الصدوق لم ينقله أحد عنه لا من معاصريه ولا من الذين جاءوا من بعده بحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن أول مصدر أول كتاب نقل ما تحدث به الصدوق هو كتاب ذكرى الشيعة للشهيد الأول تذكروا أن الصدوق توفي سنة 381 للهجرة الشهيد الأول قتل سنة 786 المدة الزمنية أكثر من أربعة قرون هذا الكلام منطقي أن الصدوق يتكلم في مسألة مهمة كمسألة الشهادة الثالثة إنها مهمة بالنسبة للشيعة يتكلم عنها بهذه القوة ويشير إلى روايات وأحاديث وردت بهذا الخصوص لكن أحدا لم يلتفت إلى ما أثبته الصدوق مع أن كتابه الفقيه هو أحد الكتب الأربعة التي يعتمدون عليها أتحدث عن جميع فقهاء الشيعة فكلهم إذا كان هذا الكلام موجودا منذ زمان الصدوق كلهم قد مروا على الكتاب وطلعوا عليه لكنني ما وجدت أحدا نقل عن الصدوق شيئا بهذا الخصوص لا من الذين عاصروا ولا من الذين جاءوا من بعده إلى زمن الشهيد الأول حيث نقل ما نقل عن الصدوق في كتابه ذكرى الشيعة وفي كتابه الآخر الدروس الشرعي كتابان مشهوران للشهيد الأول ذكرى الشيعة وكذلك كتاب الدروس الشرعية في هذين الكتابين الشهيد الأول محمد ابن مك العاملي نقل ما نقل عن الصدوق وتحدث عن الذي تحدث به الصدوق بشكل إجمالي سؤال كبير لماذا لم ينقل أطوسي ما تحدث به الصدوق ولماذا لم ينقل أحد آخر من الذين تحدثوا عن الموضوع مثلا العلامة الحلة المتوفى سنة 726 تحدث عن موضوع الشهادة الثالثة نقل كلام الطوسي فقط وحتى يحيى ابن سعيد نقل كلام الطوسي في كتابه الجامع للشرائع يحيى ابن سعيد توفي ما بعد 680 قد يقدر بتاريخ 689 والذين جاءوا من بعد العلامة الحلي لم يثبت في كتبهم شيئا عن الصدوق كما قلت لكم إلى زمن الشهيد الأول أما كلام الطوسي بقي العلماء يتناقلونه ويعتمدون عليه ويفتون على أساسه بما أن الطوسي كان مضطربا والإضطراب واضح فيما بين الذي ذكره في النهاية وبين الذي ذكره في المبسوط ولا يوجد كتاب ثالث تحدث فيه عن الشهادة الثالثة كل كلامه الذي ذكره عن الشهادة الثالثة جاء في هذين الكتابين الذين قرأت عليكم منهما النهاية والمبسوط بقية كتبه خلية من الكلام عن الشهادة الثالثة إذا أردت أن أنظر إلى فتاوى مراجع الشيعة فإنها تركزت في القرن الأخير في القرن الأخير المنصرم تركزت بشكل واضح يمكنني أن أقول من أن ذكرى الشهادة الثالثة صار واضحا في القرن في القرن الثالث عشر وفي القرن الرابع عشر وفي القرن الرابع عشر تركز الكلام بشكل واضح وبشكل بين لكنني إذا أردت أن أتفحص آراءهم هناك اضطراب كبير الذي يضحكني أنهم يسمون اضطرابهم وحيرتهم والتيها الذي هم فيه يسمونه فقاهة وتحقيق وفي القرن على طريقتهم يضحكون على أنفسهم والشيطان من قبل ضحك عليهم ويضحكون على الشيعة الحمير من أتباعهم مسألة واضحة نصوصها بينة آيات القرآن دالة عليها وقد شرحت وبينت وفصلت في برامج السابقة وفي هذه الحلقات لكنهم ضاعوا في عالم الفتوى وعالم الاستنباط هناك هناك من علماء الشيعة من حرم ذكر الشهادة الثالثة في الأذان في الإقامة قطعاً التحريم سيكون شاملاً للتشهد الوسط والأخير في الصلاة هناك من أفتى بحرمة ذكرها في الأذان في الإقامة في التشهد الوسط والأخير سيكون التحريم بنحو واضح إذا ما هم حرموا ذكرها في الأذان والإقامة هذه في جهة وفي جهة ثانية هناك من أفتى بالجواز بجواز ذكرها وما بين التحريم والجواز هناك الكثير من الأقوال هناك من لم يستبعد جزئيتها ومن أنها من فصول الأذان ومن فصول الإقامة فهناك من لم يستبعد جزئيتها الواجبة وهناك من لم يستبعد جزئيتها المستحبة أنا لا أعرف ما المراد من الجزئية المستحبة هذا الكلام لا معنى له ولكنهم ذكروا 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 في كتبهم ذكروا في فتاواهم جزئية واجبة هذا الكلام أستطيع أن أتصوره بشكل علمي صحيح وبشكل شرعي صحيح أما أن تكون جزئية مندوبة فهذا الأمر يحتاج إلى ترقيع لا أستطيع أن أتصور الجزئية المندوبة بشكل علمي وبشكل منطقي صحيح هي إما أن تكون جزئا من الأجزاء الواجبة وإما أن لا تكون أما أن تكون جزئا مستحبا هذا الكلام ليس منطقيا لكنهم يقولون به ويعدون ذلك فقاهة وتحقيقا واجتهادا هم لا يستبعدون ذلك عبارتي دقيقة قلت هناك من حرم ذكرها وهناك من أجاز ذكرها جعل ذكرها أمرا مباحا جائزا وما بين هذا وهذا الكثير من الأقوال والآراء من لم يستبعد الجزئية الواجبة من لم يستبعد الجزئية المندوبة من قال باستحبابها بنحو المطلق ومن قال بمندوبيتها لأنها أصبحت شعارا للشيعة ومن قال بأنها ضرورة لإكمال الشهادتين وهناك من قال من أن الشهادتين لا تقبلان إلا بالشهادة الثالثة فلابد من إلحاق الشهادة الثالثة لأجل أن تقبل الشهادتان لا على أساس أنها جزء من فصول الأذان والإقامة ومنهم ومنهم هذه الأقوال الغريبة الأقوال العجيبة في قضية واضحة صريحة بينة أذان الله يشتمل على الشهادة الثالثة فلماذا أذان البشر لا يشتمل على الشهادة الثالثة لا أريد أن أناقش الموضوع لكنني أقول حينما أدقق النظر في هذه الأقوال الكثيرة المتضاربة استنتج أن القوم لا هم فقهاء ولا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة هؤلاء سفهاء هؤلاء حمير للشيطان ركب الشيطان على ظهورهم ضحك عليه نطق بألسنته وهم يتصورون أنهم فقهاء ومحققون ومدققون أي تحقيق وأي تدقيق القضية واضحة لماذا كل هذا الاختلاف كل هذا الاختلاف لأنهم لا يريدون للشهادة الثالثة أن تكون في محلها الصحيح لماذا المذهب الطوسي الخرئ الضال لا يريد ذلك فهذا الاضطراب مرده إلى إمامهم الطوسي لو كان الطوسي قد قطع بالأمر بشكل واضح وقال من أن ذكرها حرام لا يجوز ذكرها قطعا لا في الأذان ولا في الإقامة بشكل واضح في النهاية وفي المبسوط لوجدنا أن القوم قالوا بذلك هذا الاضطراب مرده ليس إلى كلام الصدوق لأن كلام الصدوق إذا كان الصدوق قد قاله كلامه قطعي واضح جدا التردد عند الطوسي كلامه ليس واضحا وهذا هو حاله أتعلمون لماذا لأنه لا يريد لأمره أن يكتشف فإذا ما اكتشف فإن كلامه يبقى في حالة تردد يستطيع أن يرقع أوضاعه وأحواله هذه هي الحقيقة من الآخر أما الصدوق فإن الرجل لم يقل هذا الكلام لقد عبثوا بكتابه الفقيه عبثا كبيرا لو كان الصدوق قال هذا الكلام لأثبت الروايات في بقية كتبه لأنه أثبت كل الأحاديث التي وصلت إليها يده لم يثبت كل شيء في الفقيه لأنه اتخذ شرطا فيما يثبته في كتاب الفقيه فهو يثبت ما هو حجة فيما بينه وبين ربه كما قال في مقدمة الكتاب وقال من أنه لم يقصد فيه قصد المصنفين هذا يعني أنه قد قصد قصد المصنفين في بقية كتبه معنى كلمته هو هذا إنني لم أقصد هكذا يقول عن كتابه الفقيه لم أقصد فيه قصد المصنفين أن يجمع كل الروايات ما هو هكذا قال في المقدمة هذا هو الجزء الأول ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه هذا يعني أنه قد قصد قصد المصنفين في إيراد جميع ما رواه هو في بقية كتبه فلم نجد في بقية كتبه لا من عين ولا من أثر لهذه الروايات ثم لم تلقل إلا في زماني الشهيد الأول بحسب المصادر المتوفرة الذي قتل سنة سبعمية أو ستة وثمانين وحتى بعد الشهيد الأول بحسب المصادر المتوفرة ربما هناك من نقل الكلام لكن المصادر ما وصلت إلينا ولكن بحسب المصادر المتوفرة الذي أشار إلى كلام الصدوق هو الشهيد الثاني الذي قتل سنة تسعمية وخمسة وستين للهجرة وحتى بعد الشهيد الثاني كبار العلماء والمراجع لم يتطرق إلى ما ذكره الصدوق شيخ محمد تقي المجلسي والد صاحب البحار المتوفرة سنة ألف وسبعين للهجرة تحدث عن الموضوع لماذا؟ لأنه شرح كتاب الفقه شرحه شرحا باللغة العربية وشرحه شرحا باللغة الفارسية هناك شرحان لكتاب الفقه كتبهما محمد تقي المجلسي والد والد صاحب البحار وشرحه روضة المتقين في شرح فقيه من لا يحضره الفقيه شرح معروف روضة المتقين شرح باللغة العربية الشيء الطبيعي سيتناول كلامه بالشرح وسيعلق عليه هذا كان في زمان محمد تقي المجلسي المتوفى سنة الف وسبعين للهجرة وبعد ذلك نقل من نقل من الذين جاءوا من بعده الارتباك واضح عند الطوس وهو واضح عند كل علماء الشيعة إلى هذه اللحظة وهو يكشف عن أنهم مقلدون للطوس وإن بدلوا العبائر والجمل لكن المضمون بقي واحدا منذ زمان الطوس وإلى يومنا هذا حالة التردد وحالة عدم الاقتناء بما يقوله إنه يبحث أي واحد منهم يبحث عن أي كلام لأجل أن يتميز عن غيره ولأجل أن يقبله مقلد عوام الشيعة حمير الشيعة الدي خيون هذه هي الحكاية وهي حكاية عبث بالدين حكاية واضحة جدا يعبثون بالدين نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 قد تستغربون هذا الكلام الذي أبينه لكم عن واقع علماء الشيعة وعن واقع المرجعية الشيعية وعن الفترة العباسية التي عاشها هؤلاء العلماء خصوصا ما حددتكم به عن بدايات الغيبة الكبرى مرورا بالمفيد إلى الطوس إلى بقية التفاصيل التي وضعتها بين أيديكم تجدون رؤية جديدة لأنكم تعودتم على أن تقرأ التأريخ بالمنظار الناصبي هكذا أعلمكم الثقافة التأريخية في المذهب الطوسي ثقافة طبرية يأخذون المعلومات من الطبر ويأخذون الرؤية أيضا أنا أأخذ المعلومات من الطبر ومن غيره ولكنني أنظر إلى تفاصيل التأريخ بمنظار العترة الطاهرة لا شأن لي بمنظارهم بمنظار الطبر بمنظار المسعود بمنظار ابن الأثير مشكلة المذهب الطوسي ثقافته طبرية لأن الطوسي تأثر كثيرا بالطبر على مستوى التفسير وعلى مستوى التأريخ والطبر في الحقيقة لا يعرف له مذهب معين حتى عند السنة حينما يريدون أن يتحدث عن الطبر لا يتحدثون بشكل واضح وقاطع عن مذهبه هو أقرب إلى المذهب الشافعي الشافعي توفي سنة ميتان أربعة للهجرة والطبر صاحب التفسير وصاحب التأريخ توفي سنة ثلاثمية وعشرة للهجرة هو أقرب إلى الشافعي في مذهبه لكنني أرجح أن الرجل اتخذ مذهبا خاصا له فهو كما يبدو أعلم بكثير من الشافعي إذا أردنا أن نقايس بينه وبين الشافعي هو أعلم بكثير من الشافعي الذي يغلب على ظني أن الرجل اتخذ له مذهبا خاصا به مثل ما اتخذ محي الدين ابن عربي مذهبا خاصا به ينسبونه إلى الشوافع ربما في فترة من حياته كان مالكيا في بداية أمره ثم صار شافعيا بعد ذلك لكن ابن عربي أقطع بالنسبة لي من خلال التدقيق في كتبه اصطنع مذهبه الخاص به فما هو بشافعي ولا هو بمالكي ولا هو على أي مذهب آخر له مذهبه الخاص أنا أتحدث عن الجهة الفتوائية والفقهية لا أتحدث عن عقائده الصوفية ذلك شأن آخر وباب آخر على أي حال هذه أمور ليست مهمة وإنما الكلام جر الكلام فاضطررت إلى ذكرها أعتمد المعلومات في كتب التأريخ لكنني لا أسلم بها وإنما أقارن فيما بينها أدقق النظر فيها أراجع أكبر عدد من الكتب ثم أنظر إليها بمنظار العترة الطاهرة من هنا ستكون النتائج مختلفة باحثوا الشيعة علماء الشيعة حينما يريدون أن ينظر إلى هذه الفترة التي حدثتكم عن تفاصيل وقائعها وأسرار كواليسها ينظرون إليها بمنظار ما هو بمنظار كالأعمى الذي يبحث عن الأشياء أو بالأحرى ما هو بأعمى وإنما يغمض عينيه إنهم النواعير مراجع الشيعة علماء الشيعة والباحثون في الجو الشيعي الديني إنهم أحصنة النواعير الأحصنة التي تدير النواعير تكون من الأنواع الرديئة من الأحصنة هؤلاء أحصنة رديئة يشدون النعور إلى الحصان ثم ماذا يفعلون يشدون عيني الحصان يغطون عيني الحصان لألا يصيبه الدوار وهو يدور فمن دون أن ينظر يبدأ الحصان بالحركة كي يحرك النعور فتدور النواعير بحركة أحصنتها التي لا ترى شيئا مراجع النجف كأحصنة النواعير وكذلك الباحثون والذين يسمون أنفسهم بالمحققين والمؤرخين من جوه ينظرون إلى الأشياء أولا بالمنظار الناصبي بالمنظار الطبري وثانيا إذا ما دققوا في أحوال العلماء والمراجع فإن التقديس والتصنيم سيكونان حاكمين على نتائج البحث وهذا هو الفارق فيما بين وبينهم فأنا لا أقدس أحدا من العلماء ولا أصنم أحدا القاعدة التي أعمل بها دائما الأصل بالنسبة لأحاديث العترة الطاهرة في كتبنا الأصل الصحة حتى يثبت خلاف ذلك وبالنسبة لكتب العلماء وأقوالهم الأصل البطلان الأصل الضلال الأصل الجهل حتى يثبت خلاف ذلك وهذا المنهج منهج عاصم يعصم الإنسان من كثير من الأخطاء يجنبه ضلال المراجع الطوسيين هؤلاء من رؤوسهم إلى أقدامهم لا يملكون صواباً ولا يملكون هداية كائنات ضالة كائنات حقيرة وسخة وسخة في عقولها وسخة في قلوبها وسخة في منطقها وسخة في عقائدها وسخة في فتاواها وسخة في فكرها وسخة في موازين تقييمها وسخة في رؤيتها التاريخية مع الدجل والكذب والتزيف والنفاق والمجاملات حكايتهم قذرة إلى أبعد الحدود أتحدث عن المرجع الأعلى وإلى المرجع الأسفل إلى المرجع الأضرط منهم هذا هو واقعهم هذه حقائق أنا أستعمل عبارات قاسية أستعمل عبارات سوقية أريد أن أشخص الأمور لست راغبا في ذلك ولا هو ديدني ولا هي جديلتي في الحياة لأن أعشق التعابير الأدبية الفخمة تربيت عليها منذ نعومة أظفاري أميل إلى عبارات الأدب السلسة مزاجي لا ينسجم مع الألفاظ السوقية أبدا لأن الذي يتكلم بأدب راق الشيء الطبيعي لا ينسجم وجدانه الأدبي مع العبائر السوقية ومع الألفاظ الرخيصة لكنني أصر على استعمالها حينما أتحدث عن الطوسيين السفلة عن ذول الهتلية السرسرية أتحدث عن نواب الشيطان عن آيات إبليس العظمى عن مراجعنا العظام عن هؤلاء أتحدث أصر على استعمال هذه الألفاظ كي أضع النقاط على الحروف لأجل بيان الحقيقة فأنا لا أريد إيذاءهم ولا أريد إهانتهم لا شأن لي به أنا لا أزنهم بخرئ كلب لا أجد لهم قيمة لكنني أريد أن أميز الأمور أريد أن أضع النقاط على الحروف كي تكون الصورة واضحة جلية بين أيديكم ماذا يقول أمير المؤمنين لحذيفة ابن اليمان إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة هذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة من الصفحة الرابعة والأربعين بعد المئة حديث طويل أذهب إلى موطن الحاجة من في أول الحديث أمير المؤمنين يقول لحذيفة ابن اليمان إن علمنا إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا الإمام لا يتحدث عن حالة واحدة الإمام ينبئ عن مستقبل الأيام عما يأتي في الأجيال القادمة ولم يحدد زمانا فهذه القضية ستبقى متكررة على طول الخط الإمام استعمل الأفعال المضارعة وجعلها مسبوقة بالسين هذه السين هي سين التسويف إن علمنا أهل البيت سينكر سينكر يعني في قادم الأيام في زمن سيكون بعيدا إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل سينكر إنكارا لفظيا وسينكر إنكارا عمليا بتضييع كتبه إن علمنا أين يوجد هذا العلم يوجد هذا العلم إما في عقول وقلوب رواة حديثه وإما في الكتب التي كتبها رواة حديثه فإن الإمام يتحدث عن فترة قادمة يتحدث عن فترة إمامنا الباقري إمامنا الصادق وما بعد ذلك حتى يمتد الأمر إلى الغيبة الأولى ومن بعدها إلى الغيبة الثانية إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته والقتل قتلان قتل بسفك الدماء وقتل بإهدار السمعة وحينئذ لا يقبل كلام الذين تهدر سمعته قد يكفرون قد يفسقون قد يقال ويقال عنهم ما يقال أو أنهم يسجنون أو أنهم يطاردون أو أنهم يحاربون في تفاصيل حياتهم اليومية أو أن الناس يمنعون عنهم بالتخويف بالخداع بالتضليل بالتطميع بدفع الأموال بأي شيء وهذا الأمر يجري منذ زمان إمامنا الباقر وإلى يومنا هذا الأحداث تترى إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسداً ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسداً قطعاً لا نتوقع من النواصب أن يحسد الشيعة على علمهم أو على دينهم وإذا ما حدث مثل هذا فإن الأمر سيكون جزئياً لكن البغي والحسد سيكون في الواقع الشيعي نفسه فيما بين الشيعة أنفسهم هذا منظار لرؤية تأريخية لابد أن ننظر إلى الوقائع من خلال هذا المنظار هكذا بايعنا في بيعة الغدير على هذا الميثاق قال لنا رسول الله هذا علي يفهمكم بعدي هناك منطق علوي وقد حدثتكم عن جانب من أصول هذا المنطق العلوي في برنامج الخاتمة يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع هذا منظار من مناظير المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغياً وحسداً الرواة إما أن تسفك دماؤهم وإما أن يؤذوا بكل أنواع الأذى وإما أن تهدر سمعتهم وإما أن يساء إليهم بغياً وحسداً بكل أساليب الإساء تعالوا معي كي نطبق هذا على الطوس هل جرى على الطوس شيء من هذا أبداً العباسيون نصبوه سيداً على علماء الشيعة والسنة القائم بأمر الله العباسي ألم يجلس على كرسي الكلام في بغداد وهو منصب سيادة على علماء الشيعة والسنة ألم يكن هذا الأمر قد تحقق حينما انتقل إلى النجف هل تعرض إلى مكروه صحيح أن أُناساً هجموا على داره وأحرقوا كتبه لكن الأمر مدبر بليل وإن لم يكن مدبراً بليل وفعله وفعله بعض السنة من عوامهم وأبناء شوارعهم فإن الطوسية قد استغله أحسن استغلال ووظفه العباسيون أحسن توظيف لتأسيس المذهب الطوسي حيث انتقل إلى النجف إلى بقية التفاصيل الطوسي حينما كان في بغداد لم يصب بأذى لو كان موقف العباسيين سيئاً من الطوسي لصدر منهم ما صدر من الأذى بحقه حينما كان في بغداد وإذا لم تكن الظروف سانحة لهم كان بإمكانهم أن يقضوا عليه حينما أرسلوا جيش السلاجقة إلى الكوفة ونهب الكوفة وقتلوا خلقاً كثيراً في تلك المعركة كتب التأريخ هكذا تقول وقد قرأت ما قرأت عليكم بخصوص هذا الأمر من كتب التأريخ لم يصب بأذى كتبه موجودة بين أيدينا الذين جاءوا من بعده كذلك ولده حفيده الأول حفيده الثاني لم يتعرضوا لأذى بل إن النواصب يمدحونهم في كتبه فإذا ما نظرت إلى الطوسي بهذا المنظار هذا يعني أنه هو الذي سيكون سبباً في إيذاء علم أهل البيت إن علمنا أهل البيت سينكروا وهذا هو الذي فعله الطوسي في كتبه وقد عرضت ما عرضت عليكم من تفسيره الخريان الذي يسميه هو التبيان أنا أسميه بالخريان قرأت ما قرأت عليكم من تفسيره الخريان وهو تفسير ينكر تفسير أهل البيت ويبطل معارفهم ويسيء إلى كل حقائق ثقافتهم والأمر هو هو في كتبه العقائدية والأمر هو هو في كتبه الفتوائية وأدل دليل على ذلك هذا الخبط والخلط والارتباك بخصوص الشهادة الثالثة لأنه شيطان لم يعطي موقفا واضحا صريحا في الكلام عمليا اتفق مع العباسيين والسلاجقة الأمور تتضح من خواتيمها عمليا منع الشهادة الثالثة في المشهد العلوي وبقيت ممنوعة إلى زمن الصفويين وبعد ذلك يأتي الطوسيون الآن ويقولون من أن الشهادة الثالثة جاء بها الصفويون وهم الذين منعوها أساسا الذي منعها طوسيهم المشؤوم إن علمنا أهل البيت في زمن الطوسي من الذي أنكره الطوسي أنكره من الذي أبطله الطوسي أبطله وقد قرأت ما قرأت عليكم من كتبه كتب الطوسي تنكر معارف أهل البيت تبطل معارف أهل البيت وما جاء في كتبه الحديثية هذا لكي تكون كتبه الحديثية مصدرا لأتباع مذهبه ولا بد أن يؤلف في الحديث فإن العلماء في ذلك الوقت إن لم يؤلفوا في الحديث ما هم بعلماء لابد أن يؤلفوا في هذا الباب عملية حصر كتب الحديث بالكتب الأربعة هذا هذا جزء من الحبث الطوسي وجزء من الشيطنة الطوسية لإنكار الأدعية والزيارات لأنها لم ترد بأجمعها في هذه الكتب ورد جزء يسير منها الآن إذا ما سألت الطوسيين السفلة في النجف وكربلاء عن السبب في أن الأدعية والزيارات ضعيفة لأنها لم ترد في الكتب الأربعة وحتى الكتب الأربعة هم يضعفون أكثرها لكنهم بهذه الطريقة الشيطانية دمروا بقية حديث العترة الطاهرة خصوصا ما يرتبط بتفسير القرآن فهم لم يدخلوا كتب التفسير ضمن الكتب الأربعة تفسير القم مثلا ما هو من الكتب الأربعة تفسير العياش مثلا ما هو من الكتب الأربعة تفسير فرات الكوفي ما هو من الكتب الأربعة تفسير إمامنا العسكري ما هو من الكتب الأربعة فضلا عن التفاسير التي ضاعت هناك تفسير لإمامنا الهادي هناك تفسير لإمامنا الباقر الذي يعرف بتفسير جابر هناك بقية تفسير إمامنا الحسن العسكري هناك وهناك وهناك ضيعوا الكتب ضعفوا ما بقي منها شوهوا سمعة الأحاديث التفسيرية حصروا الأحاديث في الكتب الأربعة ودمروا حديث أهل البيت لا يستطيعون أن يدمروا الكتب الأربعة وإنما رجعوا عليها بعد ذلك في زماننا استخرجوا منها صحاحا فهناك صحيح الكافي وهناك صحيح الفقه وهكذا رجعوا على هذه الكتب ودمروها برنامج شيطاني مرتب ينفذ عبر المذهب الطوسي القذر إن علمنا أهل البيت سينكروا ويبطل وتقتل رواته مثلا في زمان الخوعي من الذي أنكر معارف أهل البيت أهل خوعي من الذي قتل رواة حديثهم معجم رجال الحديث هو الذي قتل رواة الحديث رجع إلى رواة الحديث فمزقهم تمزيق وهذه الحكاية تتكرر السستاني على المنهج نفسه بقية المراجع على المنهج نفسه الذين يقفون في الصف في طابور المرجعية القذر بانتظار موت السستاني على المنهج نفسه على المذهب الطوسي النجس لا يوجد إنكار لعلم الطوسي هل هناك من أحد ينكر علم الطوسي الذي ينكر علمه يصدرون الفتاوى بقتله مثل ما فعلوا بالميرزة الأخبار ويفعلون بي الآن لكنهم لا يظهرون فتاواه يخافون يخافون مني أن أظهر معايبهم لأنهم متأكدون حتى لو اجتمعوا بأجمعهم وأصدروا بيانا ودققوا فيه سأخرج لهم معايبهم من بيانهم لماذا؟ لأنهم مزبلتهم المزبلة لا تخرجوا منها العطور الطيبة لا يأتي المسك الأذفر من بالوعة المراحيط هؤلاء بالوعة مراحيط مهما حاولوا أن يعطروا أنفسهم أو أن يطيبوا أنفسهم قد يخدعونكم لكنهم لا يخدعونني أنا أعرف البير وغطا وأعرفهم وجه وقفة وأدري بيهم صدقوني مطاية لتمامي معنى هذه الكلمة أدري بيهم مطاية لو ما يسوون يظلون مطاية المطي يظل مطي شا تريد سوي له سوي له يظل مطي ومهما حاولت أن تسكته وأن تصدر أصواتا موسيقية وأصواتا جميلة وكأن الأصوات تصدر من في لحظة من اللحظات إذا ما تأخر به الوقت سيعلو ضراطه لأن الحميرة كثيرة الضراط مثل ما هي كثيرة النهيق سيعلو نهيقه وضراطه وهذه هي الحقيقة من الآخر إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته أنا أسألكم أي جهة وأي مكان يبث العلم يحارب كما تحارب قناة القمر لماذا؟ لأنها تبث علم أهل البيت معارف أهل البيت هذه القضية موجودة على طول الخط طبقوا هذا إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه باغيا وحسدا إذا رجعنا إلى الطوسي كتبه صارت مقدسة قرون تمر وليس هناك من عالم شيعي يستطيع أن يفتح فمه بالحقيقة إن كان قد أدركها زماننا تغيرت ظروفه بفضل هذه التكنولوجيا نستطيع الآن أن نكشف الحقيقة وأن ننشرها لو لم تكن الفضائيات لو لم تكن الأقمار الصناعية لو لم تكن الشبكة العنكبوتية لو لم يكن هذا العصر بكل معجزات التكنولوجيا فإننا فإننا لا نستطيع أن ننشر الحقيقة قد أستطيع أن أصل إليها لكنني لا أستطيع أن أنشرها بهذا الشكل الواسع ومع كل هذا إنهم يتربصون بي لتصفية جسديا صدقوني أقول هذا الكلام ليس للإعلام إنما أخبركم الحقيقة هذه الحقيقة يتربصون بي لأجل إيذائه بأي وسيلة من الوسائل وقد أنفقوا أموالا طائلة لكنهم فشلوا ما استطاعوا أن يصلوا إلى تحقيق أهدافهم ربما يحققون أهدافهم في قادم الأيام فإن الأمور تجري بأسبابها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أبو الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها أعود إلى كلام أمير المؤمنين مع حذيفة بن اليمن إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل طبقوا هذا على الطوس خصوصا بعد أن انتقل إلى النجف وإلى يومنا هذا هل هناك من أبطل علمه هل هناك من أنكر تفسيره بقي بقي ممدوحا مقدسا إلى هذه اللحظة ولكن الذين إن وجدوا يعارضونه هم الذين سيحاربون ويقتلون إما بسفك دمائهم أو بهدر سمعتهم وبإذائهم بشتى الأساليب والوسائل إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا إنني أتعامل مع الوقاع التاريخية وفقا لرؤية العترة الطاهرة وهذا مثال منطق دراسة التاريخ في القرآن وفي حديث العترة له قواعد أنا لست بصددي ذكري قواعد دراسة التاريخ في منطق الكتاب والعترة إنما جئتكم بهذا مثالا على ذلك وقلت لكم هذا منظار من مناظير المنطق العلوي في الفهم والتحليل ودراسة الأشياء إن علمنا أهل البيت سينكر ويبطل وتقتل رواته ويساء إلى من يتلوه بغيا وحسدا نذهب إلى فاصل صلاح من خامة المر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا هناك مساران ولقد حدثتكم عن هذين المسارين في العديد من برامج السابقة مساران مساران حدثنا القرآن عنهما المسار الكوثر والمسار الأبتر سورة الكوثر تحدثنا عن مسارين عن المسار الكوثر وعن المسار الأبتر هذا منظار من مناظير دراسة التأريخ أين نضع الحركة الطوسية عبر عقائدها التي شرحتها لكم وعبر تفسيرها الناقض لبيعة الغدير هل نضع الحركة الطوسية في كل أبعادها التأريخية هل نضعها في مسار الكوثر أم نضعها في المسار الأبتر لقد بيّنت لكم حقيقتها لا يمكن لا يمكن أن تضع في المسار الكوثر إنها تنطبق انطباقا كاملا على مواصفاتي وخصائصي المسار الأبتر أنتم صنفوا أنفسكم الإنسان أعرف بنفسه من غيره صنفوا أنفسكم إذا كانت ثقافتكم ثقافة طوسية فإنكم على المسار الأبتر دائما أقول لكم في برامج طهروا عقولكم من ثقافة مراجع النجف وكربلاء سمعتم هذا الكلام مني كثيرا عرفتم الآن لماذا لأن مراجع النجف وكربلاء طوسيون طوسيون ما هم على دين العترة الطاهرة هؤلاء هم أتباع وأبناء وسادة المسار الأبتر الطوسي الأبتر على رأسهم لو كان الطوسي من أتباعي ومن أبناء المسار الكوثر هل كان يفسر القرآن بطريقة التي فسر بها القرآن لو كان الطوسي من أبناء ومن أتباعي المسار الكوثر هل كان يحرف أصل العقيدة المحمدية العلوية أصل واحد إنه الإمام المعصوم هل كان يحرفها إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة إنه أبتري رجل أبتار دينه أبتار لو لم يكن أبتريا هل كان يبتر النصوص التي ذكرت أمير المؤمنين من الرسالة المقنعة لشيخه المفيد حينما شرحها في تهذيب الأحكام هل وهل الكلام الذي مر علينا لا مجال لإعادة ذكر كل التفاصيل التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة فمن أي مسار أنت أنت أيها الشيعي من أي مسار من المسار الكوثر أم من المسار الأبتار المسار الكوثر تحكمه قواعد من جملة هذه القوائد سأشير إلى أهمها القاعدة الأولى أقرأ عليكم من كتابي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال قد يعدان كتابا واحدا وقد يعدان كتابين من كتابي ثواب الأعمال وعقاب الأعمال هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران صفحة 248 إنه الحديث السادس بسنده بسند الصدوق عن جابر إنه جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به قاعدة خطيرة لكنها من جملة قواعد المنطق الكوثري إنه منطق علي لكنني أتحدث في ناحية من نواحي هذا هو منطق بيعة الغدير الذي بايعنا عليه هذا علي يفهمكم بعدي هذه قواعد التفهيم الباخر يقول صلوات الله عليه من لم يعرف هو يتحدث عن الشيعة ولا يتحدث عن النصارى ولا يتحدث عن أتباع السخيفة بني ساعد إنه يتحدث عن الذين يقولون إننا علويون إننا زهرائيون إننا حسنيون إننا حسينيون إننا سجاديون إننا باقريون الإمام يتحدث عن هؤلاء من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما أولينا به أول مصداق هم مراجع النجف وكربل لأنهم ينكرون ما جرى على العترة الطاهرة من الظلم هؤلاء أسوأ من الذين لا يعرفون هؤلاء يعرفون وينكرون ولذا وصفهم إمامنا الصادق من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه من أنهم أضروا على ضعفاء شيعتنا ضعفاء الشيعة ما هم ضعفاء الأجساد ولا ضعفاء الجيوب أموالهم قليلة إنهم ضعفاء العقول الذين سلموا عقولهم يهؤلاء السفلة الذين يقال لهم مراجع فعبثوا بعقولهم فملأوا عقولهم خراء وغباء وضلال وطوسية وسخة وهذا هو الذي يفعله مراجع النجف وكربل من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح عبر الذين يبلغون لهم ويبلغون عنهم مثلما حدثتكم عن رشيد الحسيني ما هي المرجعية الرشيدة أنتجت لنا من رشدها رشيدة فجاءنا حمارا مكعبا هذا هو نتاج المرجعية الرشيدة نتاج المراجع متنسون العظام العظام متنسون هذه المراجع العظام العظام يعني الاخرية هذا هو معنى العظام العظام يعني الاخرية تذكروا هذا المعنى إنني أتحدث عن المعنى الحقيقي لا أتحدث عن المعنى اللغوي فمراجع النجف وكربلاء هؤلاء يعرفون وينكرون سفلة منحطون من أقولكم ذول هتلية وسرسرية هذا مدح لهم هذا قليل وقليل بحقهم هذا هو المنطق الكوثري من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو شريك من أتى إلينا فيما ولينا به قاعدة خطيرة خطيرة جدا هذا يلزمنا أن نتثقف بثقافة العترة الطاهرة وأن نكون على الطلاع بحديثهم وإلا كيف نعرف سوء ما أوتي إليهم كيف نعرف سوءه ما لم نطلع على سبيل المثال على دعاء صنمي قريش ما لم نعرف تفاصيل الذي جرى من خلال ما بيّنه لنا أمير المؤمنين في قنوتي صنمي قريش إنه من أدعية القنوتي في الصلاة لابد أن نعرف حقائق زيارة عاشوراء لابد أن نعرف حقائق البراءة ولا بد أن نعرف ما جرى من الجرائم في عاشوراء ولا بد أن نعرف ظلامة فاطمة هذه التي يشير إمامنا الباقر هنا بالدرجة الأولى إليها من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا ما جرى على الزهراء بقي وإلى اليوم يقض مضاجع العترة الطاهرة العنوان الأول صحيح 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 أن ما جرى في كربلاء له خصوصيته أن الخيول تجري على حسين على رمال الغاضريات له خصوصيته ولكن الإمام هنا يشير بالدرجة الأولى إلى ما جرى بين الباب والجدار هذا هو ألمهم هذا هو ألمهم المسمار نبت في صدورهم جميعا حين نبت المسمار في صدر أمهم نبت في صدورهم جميعا ألم المسمار نبت في صدر فاطمة أشد على الحسين من السهم المثلث الذي ما خرج من قفاه إلا وأخرج معه ثلثا من قلبه هكذا تحدثنا كتب المقاتل ألم مسمار صدر أمه لأشد عليه وأشد عليه من تلك الحوافر التي داست على صدره وهو على قيد الحياة فهويت إلى الأرض جريحا جريحا يا حسين تطأك الخيول بحوافرها جريحا قبل أن يقطع رأسه فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغات ببواترها ذلك المسمار نبت في صدورهم آلامه لازالت تقض مضاجعه الباقر هنا يتحدث مشيرا مشيرا إلى كل آلامهم لكنه يشير إلى الذي جرى بين الباب والجدار أتعلمون لماذا أتعلمون لماذا إنها نكبة علي نكبة علي الألم ألم علي نكبة علي لا تماثلها نكبة ألم علي لا يماثله ألم حين يقول الباقر وما نكبنا به أعظم نكبة يتذكرونها نكبة علي ونكبة علي تتجلى وهو يرى فاطمة ولا بد أن يقدمها قربانا فهذا هو برنامج القرابين الذي صار بديلا عن برنامج الغدير الأمة الملعونة لا لعنة الله عليها غدرت ببرنامج الغدير إلا إلا تلك القلة من الأوفياء سلمان المقداد جندب أبو ذار ومن التحق بهم إلا تلك القلة من الأوفياء تدبروا في الحديث وتذكروا نكبة علي تذكروا ألم علي من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا متى ذهب حقهم حينما ذهب حق علي هناك ذهب حقهم لقد ذهب حقهم جميعا متى حينما ذهب حق علي لقد نكب جميعا متى حينما نكب علي الصورة التي تتجلى فيها نكبة علي حينما سقطت فاطمة على الأرض بعد أن استل المسمار من صدرها الشريف ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها ولست أدري ولست أدري ولست أدري خبر المسمار سلصدرها 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 خزانة الأسرار والباب والجدار والدماء والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء من لم يعرف سوء ما أوتي إلينا من ظلمنا وذهاب حقنا وما نكبنا به فهو الشريك من أتى إلينا فيما ولينا به نستجير بك يا صاحب الأمر نستجير بك يا صاحب الأمر نذهب إلى فاصل يا صاحب الخدم تحسي يا نواجي تحمد البار وتشكر خدمتك مو باختيارك هاي الرادل هنظرك الزهر الزهر لازم تندعي لك يلا هالمجلس تحضر وحسي أن ينبر خادمك بتوفيق يحضر مأتم ويلتندعي لفاطمة يدخلي برحمة الزهر كل من تلبس فاطمة تاج المن بعد يا ناس يحتاج كل من تلبس فاطمة تاج المن بعد يا ناس يحتاج يلتاري كيف صدرك على ما تخسر بيوم الألم ما تصر بيوم القيامة والخار كل الخدمة يحسين هلا تغفر ذنوب واجتمع العين والخار كل خدمة يحسين هلا تغفر كل واجتمع العين يحسين 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 واجتمع واجتمع بالخدمة هلا ما تصر يوم القيامة يحسين واجتمع بالخدمة واجتمع عوالم العلوم مع مستدركاتها العوالم للمحدث عبد الله البحراني وهي أساساً مستدرك على بحار الأنوار للمجلس المستدركات لمؤسسة الإمام المهدي وهذه الطبعة طبعتها قموا المقدسة هذا هو الجزء الثاني من عوالم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها صفحة خمسمية وأربعة وخمسين حديث طويل عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه إنها اللحظات الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله المجلس فيه أمير المؤمنين وفيه الزهراء وفيه الحسن الحسين العترة الطاهرة العقيلة زين والحديث فيما بين رسول الله وأمير المؤمنين والصديقة الطاهرة أذهب إلى موطن الحاجة إلى قاعدة من قواعد المنطق الكوثري هكذا نقرأ التأريخ وهكذا نفهم العقائد إنه المنطق العلوي إنه المنطق الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير هذا علي يفهمكم بعدي هذا هو التفهيم المحمدي العلوي الفاطمي رسول الله يقول لأمير المؤمنين في اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله واعلم يا علي أني راض عن من رضيت عنه ابنتي فاطمة وكذلك ربي والملائكة يا علي ويل لمن ظلمها وويل لمن ابتزها حقها وويل لمن انتهك حرمتها وويل لمن أحرق بابها وويل لمن آذى حليلها وويل لمن شاقها وبارزها ويستمر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يقول سيد الكائنات لفاطمة وهذه هي القاعدة القاعدة هنا ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي هذه قاعدتنا هذه القاعدة تضاف إلى القاعدة التي سبقت هكذا نقرأ التأريخ وهكذا نفهم عقائدنا وهكذا نشخص صلتنا بمحمد وآل محمد ضمن إطار هذه الرؤية حدثتكم سابقا أحدثكم الآن وسأحدثكم مستقبلا هذه قواعد المنطق الذي أزن أفكاري وعقائدي ورؤايا وكل مبنى من المباني التي أعتمدها في تفسير أو في استنباط عقيدة أو في استنباط فتوا أو حكم من فتواهم وأحكامهم صلوات الله عليه لا أبالي بغير ذلك لا أبالي بضلال الطوسيين السخفاء وأبرأوا إلى فاطمة من دين الطوسيين من أولهم إلى آخرهم وألعنوا دينهم من أوله إلى آخره ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي لا يضحكون عليكم يخرجون في مسيرة يتباكون يظهرون الحزن المراجع والعلماء وظيفتهم الأولى أن تكون عقائدهم سليمة وأن يعلموكم العقائد السليمة لا أن يشاركوكم في مجالس العزاء هذا أمر جيد لكن هذا في حاشية المطلب يعلمونكم الخراء يملؤون رؤوسكم بخراء النواصب ثم يلبسون السوادة ويخرجون معكم في مجالس العزاء هذه أضحوكة شيطانية يضحكون بها عليكم وأنتم ستخدعون لماذا؟ لأنكم حمير لأنكم حمير أنتم حمير أنتم حمير المراجع يركبون على ظهوركم ويفعلون فيكم ما يريدون أن يفعلوا هذه القواعد لا بد أن تطبق على الفكر أولاً يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة هؤلاء الذين يشاركونكم في مجالس اللطم والعزاء من أصحاب العمائم ما هي عقيدتهم؟ ما هو فكرهم؟ عقيدتهم طوسية نجسة فكرهم طوسي نجس هؤلاء قذارة لماذا يشاركونكم العزاء؟ إما أن تدفعهم العاطفة وإما يريدون أن يتقربوا إليكم لكنهم يحتكمون إلى جهل وجهالة وإلى سفه وسفاهة ولقد عرضت عليكم أبرز المبلغين الذين يعلمونكم دينكم من الأموات ولا زال حيا في فكره فيما بينكم ألوائلي ومن الأحياء عرضت عليكم رشيد الحسين ولاحظتم جهله وجهالته وسفهه وسفاهته قطعا هذا يكشف عن المرجعية التي اختارته لكم هذه مرجعية سفيهة ما هي برشيدة لو كانت رشيدة لجاءتكم برشيد في العقل والمنطق لا برشيد في الإسم وهو سفيه في العقل والمنطق هذه مرجعية سفيهة المرجعية السفيهة هي التي تنتخب لكم السفهاء والمرجعية الرشيدة هي التي تنتخب لكم الراشدين لكننا ما رأينا راشدا جاءت به هذه المرجعية السفيهة ففاقد الشيء لا يعطيه هذه المرجعية فاقدة للرشد والرشاد فكيف تستطيع أن تشخص الراشدين وكيف تستطيع أن تتعامل مع الراشدين فكيف تستطيع أن تشخص الراشدين وكيف تستطيع أن تتعامل مع الراشدين إنها تتعامل مع السفهاء وشبيه الشيء منجذب إليه والخرى يجمع مع الخرى هذه هي الحقيقة لا يجمع الخرى مع المسك المسك يجمع مع المسك والخرى يجمع مع الخرى هذه هي الحقيقة من الآخر واقع التكوين هكذا وواقع التشريع هكذا وواقع الحياة وواقع التجارب هكذا يقول وهذا هو المنطق الذي يحكمنا جميعا ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي ثالثا الصديقة الكبرى في خطبتها خطبت المهاجرين والأنصار يا معشر النقيبة وما هم كذلك لكن المقام يقتضي أن تقول هذا الكلام فلكل مقام كلام يا معشر النقيبة لأن زهراء بعد ذلك ستصفهم بأنهم أتبعوا الشيطان لكنها لا بد أن تخاطبهم بهذه الطريقة يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام هكذا كانوا في يوم من الأيام في لحظة من اللحظات ليس الجميع البعض خصوصا الأنصار يا معشر النقيبة وأعضاد الملة وحضنة الإسلام هذا الخطاب لازال مستمرا يوجه إلي وإليكم أنتم يا أيها الزهرائيون أنتم يا أيها الحسينيون أنتم يا أيها المهدويون ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي لماذا هذا التقصير في أمري لماذا هذه الأمة بقيت على تقصيرها أتحدث عن الشيعة لا شأن لي بنواصبي سقيفتي بني ساعدة أولئك هم الذين قتلوا فاطمة وهذه الأجيال هي من أبنائهم لا أتحدث عن أبناء صلبيين إنني أتحدث عن الأبناء العقائديين فيلم سينمائي فيه ما فيه من النواقص والخلل أتحدث عن فيلم سيدة الجنة ماذا فعل النواصب في مواجهة هذا الفيلم وهو فيلم سينمائي من الأفلام السينمائية العادية والعادية جدا ماذا فعله ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده المرء يحفظ في ولده هذه أمانة رسول الله صلى الله عليه وآله في الحديث نفسه الذي قرأت عليكم ما قرأت قبل قليل حين قال رسول الله لفاطمة ثم والله يا فاطمة لا أرضى حتى ترضي ثم لا أرضى حتى ترضي رسول الله رسول الله وضع يد فاطمة في يد أمير المؤمنين وقال له وقال له يا أبا الحسن هذه وديعة وديعة الله ووديعة رسوله محمد عندك فاحفظ الله واحفظني فيها وإنك لفاعل هذه وديعة محمد بيننا فاطمة هي قيمة ديننا وذلك دين القيمة الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة وذلك دين القيمة الباقر في تأويلها يقول القيمة فاطمة فاطمة ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي هذا أمر بقي موجودا على طول الخط تسألون ني عن الدليل تريدون مني دليلا على ذلك الدليل عند فاطمة الدليل عند صاحب الأمر قبرها مضيع إلى يومنا هذا أين خبرها هذا هو الدليل هذا هو الدليل فاطمة تركت دليلا لنا حين أمرت بتضيع قبرها تركت دليلا لنا يا أيها الزهرائيون زهرائيون نحن وسنبقى سنبقى ونموت هكذا زهرائيون نحن والهوى 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 زهرائي نذهب إلى فاصل عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربع وحش الوج ضخم الهام بوجه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبس وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على من بري عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه صار واضحا ما المراد من المساري الكوثر وما المراد من المساري الأبتر ملامح المساري الكوثر أشارت إليها هذه الكلمات التي قرأتها عليكم ما جاء في حديث إمامنا الباقر وما جاء في حديث رسول الله وما جاء في خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله عليهم جميعا وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين أما المسار الأبتر فإنما تستبين الأمور من أضدادها حينما حينما عرفنا ملامحة ومنطقة ومذاقة ومزاجة المساري الكوثر فإننا في الوقت نفسه عرفنا منطقة ومذاقة ومزاجة المساري الأبتر إنه يناقضه ينافره المسار الأبتر ينافر المسار الكوثر لأجل هذا أريد أن أعرض المذهب الطوسية القذرة الوسخة النتهن على هذين المسارين على المسار الكوثر وعلى المسار الأبتر وأترك الحكم إليكم أبدأ برمز من رموز المذهب الطوسي كما كتبوا على مقدمة كتابه الإمام الأكبر من هو الشيخ محمد الحسين حسين آل كاشف الغطاء هذا كتابه جنة المأوى جنة المأوى لمن الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء هذه الطبعة المصححة بتحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي الطبعة الثانية طبعة دار أنوار الهدى قموا المقدسة ألف أربعمية أو ستة وعشرين هجري قمري صفحة مية واثنين وستين إنه ينكر ظلامة فاطمة قلت لكم هم يعرفون وينكرون فهم أسوأ من الذين تحدث عنهم إمامنا الباقر وهم وهم الذين لا يعرفون سوء ما أوتي للعترة الطاهرة من ظلم سيكونون شركاء لأولئك المجرمين على أي حال ماذا يقول محمد حسين كاشف الغطاء ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني هو وجدانك إحنا بيش نشتري بنعالم قطع أبقندر عتيق أحاديث أهل البيت واضحة الإمام الصادق يقول ضربوها حتى قتلوها أنا وجدانك هذا وين أصرفه بيام راحيض أحطه ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي إذا عقلك ترى للي أنا شي سوي لك إذا عقلك ترى للي مفضل الله يقول أنا لا أتفاعل هو لا يتفاعل مع هذه الوقاع لا يتفاعل هذا التفاعل داخلي خارجي أنا ما أدري هيكون روح سيلة ولكن ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية ابن الأواد أهل البيت هم اللي يعجون شنو سجايا عربية شنو تقاليد جاهلية ماذا الضراط يا شيخنا كهشف الغطاء ماذا الضراط يا أيها الشيخ العظيم شنو تقاليد جاهلية شنو سجايا عربية احنا نقول لك أحاديث أهل البيت موجودة روايات صحيحة يقولوا انظر بوها إلى أن ماتت إلى أن انقتلت لقد ماتت بسبب هذا الضرط بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء إلى آخر هذا الكلام زينو هذه الوقاعة الكثيرة اللي عمر بن الخطاب ضرب فيها النساء من الصحابيات ومن نساء الصحاب الأحداث المفصلة في كتب التأريخ عمر بن الخطاب كان يضرب النساء مثل ما يضرب الرجال كان يضرب النساء أيضا أنت ما قاري بكتب التأريخ ما هذه الأحداث موجودة في كل كتب التأريخ معقولة ما قار الطبري الأحداث موجودة في الطبري في تأريخ الطبري وغير تأريخ الطبري بس هذا سوء التوفيق سوء التوفيق شلون يصير لونه بنفسه جي مقلم أبيض وأحمر هو هذا سوء التوفيق طعت الحظ هذه طعت الحظ مو لونه برتقالي طعت الحظ هي هذا إمامنا الباقر ماذا قال الذي لا يعرف سوء ما أتي إلينا يكون شريكا قرأت عليكم الرواية محمد أحسين كاشف الغطاء هنا شريك معهم شريك معهم في ضرب الزهراء هؤلاء الطوسيون الثولان هم ما يذرون هجاي سوون هؤلاء شركاء أولئك ألا لعنة على المذهب الطوسي القذر هذا نتاجه القضية لا تقف عند هذا الحاد سوء التوفيق هذا يقوده إلى ما هو أسوأ إلى أن يقول في صفحة مئة وثلاثة وستين وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر عدوا إلى برامجي لقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل لا أريد أن أتناوله لضيق الوقت لكنني تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل عودوا إلى الحلقات المختصة به وكلماتها مع أمير المؤمنين عليه السلام ألقتها بعد رجوعها من المسجد وكانت الزهراء ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداء الزهراء خرجت عن حدود الآداء هذا هو كلامه في كتابي الزهراء خرجت عن حدود الآداء وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداء التي لم تخرج من حضيرتها مدة عمرها ورهوة متفضل أنه ما خرجت من الآداء مدة عمرها إلا هذه المرة هذه المرة خرجت عن حدود الآداء ومع من مع أمير المؤمنين الزهراء تخرج عن حدود الآداء مع أمير المؤمنين هذا هو المنطق الطوسي الخرائي القندرائي ماذا أخول أكثر من هذا من أقولكم ذولة هتلية وسرسرية ما تقبلون شو تقولون هسا ذولة هتلية وسرسرية لهم وحش شو تقولون نذهب إلى فاصل عن داود ابن كثير الرقي قال قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادقي صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم المثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيئة فيها قال لا خصومة فيها لعدوهم وأن يكون لهم فيها ما يحبون وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم المثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس المثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه من أقولكم ذولة هتلية وسرسرية تلوموني تلوموني بعد شو تقولون أنتم حتى خرجت عن حدود الآداب أيام قناة المودة الفضائية تحدثت عن هذا الموضوع وهكذا قلت قلت من أن كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب في النجف في النجف ضج علي ضجيجة هو يقول عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب ما ليش هذا بس أنا قلت من أن كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب حينما قال عن الزهراء ما قال وفي الحقيقة هذا قليل في حقه هذا الكلام يستلزم الكفر هذا الكلام يستلزم الكفر يستلزم الخروج من الدين إلا إذا تاب الرجل ولكننا لا نملك دليلا على توبته لا زال كتابه يطبع وأهله عشيرته موجودون في النجف لماذا يتركون هذا الكفر وهذه القذارة في كتبه على أي حال لست مسؤولا عن هذا فهذا كفر صريح حينما يقول عن الزهراء هذا القول الزهراء بحسب آية التطهير مطهرة من كل ريتس الخروج عن حدود الآداب هو ريتس الزهراء مطهرة منه لكننا ماذا نفعل لهؤلاء الأغبياء الثولان من هؤلاء الطوسيين هو نفسه يمدح قتلة الزهراء في كتاب يفترض أن يكون عنوانه أصل الشيعة الطوسيين أصل الشيعة وأصولها يفترض أن يكون الكتاب أصل الشيعة الطوسية وأصولها فهذا الكتاب لا يمثل أصول أو أصل شيعة الزهراء هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان وقد قدم لها مرتضى العسكري وكل جنس لاحق بجنسه لا ترى أن الفيل يألف الفيل في صفحة التاسعة والأربعين من الكتاب يتحدث عن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد هو يقول من أن أمير المؤمنين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثر ولم يستبد بايع وسالم وأغضى عما يراه حقا له إلى آخر الكلام الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح فهل أن أمير المؤمنين يخالف القرآن القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة الله يخاطب رسول الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فكيف يستقيم التوحيد حتى يقول محمد حسين كاشف الغطاء من أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد ويفتر على أمير المؤمنين يقول وحين رأى أمير المؤمنين وحين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد هل أن أمير المؤمنين لا يعرف التوحيد حتى وإن وإن لم تفعل فما بلغت رسالة رسالة محمد صلى الله عليه وآله تبتني على التوحيد والنبوة والقرآن وحقائق الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون بيئة الغدير بصريح القرآن فأي توحيد هذا الذي يتحدث عنه هذا الجاهل في كتابه الذي يعنونه أصل الشيعة وأصولها لقد ترجم إلى الكثير من اللغات كي تقرأه الشيعة بمختلف اللغات كي يتعلم هذا الضلال الطوسي وهذه القذارة النجفية الحوزوية الطوسية من محمد حسين كاشف الغطاء الأنكى من هذا يقول من أن أمير المؤمنين رأى أن الأول والثاني بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد هذا افتراء على أمير المؤمنين هذا افتراء كبير وعظيم على أمير المؤمنين مثل ما افترى على الزهراء وقال من أنها خرجت عن حدود الآداء هل لعنة الله على دينكم هذا ولا لعنة الله على عقائدكم هذه هل لعنة الله على حوزتكم هل لعنة الله على طوسيتكم وعلى مذهبكم الطوسي وقت الحلقة انتهى للحديث صلة نلتقي غدا ان شاء الله تعالى سألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر